لمعافظة مجهودات مربي الأبقار والضغط على الكلفة أعلنت وزارة الفلاحة مؤخرا أنه تم الاتفاق على التخفيز في أسعار الأعلاف المركبة الموجهة للأبقار الحلوب بـ 30 دينار للطن وذلك ابتداء من يوم الـ 26 من سبتمبر الحالي نصوروا الرب في الحم العجول والرب في البقر الحليب نصورين يا ربي ولك الحمد من غلال علف ما عادت عنا حتى شيء بدنا نبيعه خرجناها عنا جي 30 عجل خرجت كله تباعت 50 كيلو و 75 دينار ما نقص حتى ملي القرط غالي بـ 33 و 35 أفهمت يقول هذا التبن بـ 20 و 25 ألف اللي هي 5 كيلو إلى 10 كيلو قداش تقاومتها قداش تتعطيل بقر ما وصلناش حتى شيء حتى التخفيز حتى ملي العلفة غالية القرط بـ 35 ألف العلفة بـ 76 دينار كانوا عندي 15 رأس توت تسحة نبيعون علفة فيه ما نجم ناش العلفة غالية القرط غالية كل شيء غالية العلفة المدعمة هذه كتمشي يعني المشي مستحقين غلاء أسعار الأعلاف المخصصة للأبقار الحلوب جعل عدد من فلاحية المنطقة يتجهون نحو التخلي عن قطعانهم واستعمال أعلاف بديلة متمثلة بالأساس في قشور اللوزة المجففة للضغط على الكلفة ويشتكي مربو الأبقار من ناحية أخرى من انخفاض أسعار بيع الحليب التي لا تغطي تكلفة الإنتاج ليرى كل من الفلاح والنقابة التونسية للفلاحين أن الحل هو الترفيع في أسعار بيع الحليب عند الإنتاج ومحاولة معالجة المسألة من جذورها هذا قرار في الاتجاه الصحيح يبقى ما ينجمش يغطي كلفة الإنتاج وما ينجمش يعطي هامش الربح للمنتج ولذلك معانتها هنا نقوله راهو ديما اللي الفلاح ما ينجمش يواصل في الحلقة على اعتبار أنه كلفة الإنتاج محسوبة وحنا صرحنا وأكدنا ونواكبه في القطاع ونأكده اللي راهو حاليا تحت الدينار و900 مليم ما ينجمش المنتج يحافظ على القطيع أو ما تبقى من القطيع نحاول أنه بتروي بتفكير بتفكير علمي بكل معنى مستوى رفيع نجم نخرج بالقطاع والنجم نعمل حاجة فيه وتجدر الإشارة أنه وفقا لآخر الأحصائيات للعام الماضي فإن ولاية سيدي بوزيد تحتوي على 22 ألف أنثى من الأبقار وقدر معدل الإنتاج ب84 مليون لتر للسنة الماضية وعلى المستوى الوطني فإن الاستهلاك اليومي للحليب يقدر بمليون وثمانمائة ألف لتر مقابل إنتاج مليون وخمسمائة ألف لتر يوميا مقابل إنتاج مليون وخمسمائة ألف لتر يوميا